بعد قرابة عامين من تسلمه السلطة رسميا ذهب الرئيس هادي في زيارة إلى العاصمة الصينية بكين غرض الزيارة بحث ملفات اقتصادية وتوقيع اتفاقية توسعة وتعميق محطة الحاويات في ميناء عدن حينها قالت المصادر الرسمية إن تكلفة المشروع بلغت خمسمائة وسبعة ملايين دولار وبحسب المصادر الاقتصادية فإن إنجاز ذلك المشروع كان سيمثل نقلة نوعية للعمل الملاحي في ميناء عدن في تذكير بهذه العلاقات الصينية اليمنية قال سفير بكين لدى اليمن إن تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها ما زالت مستمرة وقائمة حتى اليوم مؤكدا التزام بلاده بجميع الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين قبل الحرب وبحسب السفير الصيني كانج يونغ كما جاء في حوار لموقع الحرف 28 فإن بلاده ستشارك في إعادة بناء اليمن حال انتهاء الحرب واستئناف مشاريع التعاون والاتفاقيات بين البلدين قبل ذلك وفي مارس من العام 2018 قدم الرئيس هادي عرضا للصين بإدارة واستثمار ميناء عدن في محاولة لإضفاء توازن دولي في المدينة الخاضعة كليا للسيطرة الإماراتية لكن قوات أبوظبي حالت دون تمكين الصين من إدارة الميناء ليس هذا هو ما يمكن للصين أن تنجزه في اليمن فقط فبكين مهتمة أيضا سياحيا بالاستثمار في جزيرة سقطرة التي تشهد حاليا نزاعا وتحشيدا بين القوات الحكومية وقوات تابعة للإمارات فعبر شبكات التواصل الإجتماعي نقل الصينيون القادمون إلى سقطرة قبل الحرب تفاصيل الحياة اليومية في الجزيرة هذه المشاهد جعلت معظم الصينيين يتطلعون إلى زيارة هذا المعلم الطبيعي النادر والتعرف أكثر على الأساطير التي تدور حول هذه الجزيرة كل هذه المشاريع مرهونة بعودة السلام وانتهاء طبول الحرب التي تعيش عامها الخامس ترجمة نانسي قنقر